استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر الإقضيبية حيث استعرض سموهما جملة من الموضوعات المتصلة بالشان المحلي وتطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الأقليمية والدولية وخلال اللقاء نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنظرة التشخيصية الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد فيما يتعلق بالإرهاب الذي بات ظاهرة تؤرق العالم والتي انعكست في المقال المنشور لسموه في صحيفة ديلي تيليغراف الذي أكد فيه سموه على عدة مضامين تشكل أرضية للفهم المشترك للإرهاب ومسبباته مؤكدا سموه رئيس الوزراء أن سموه ولي العهد شخص في مقاله بحكمة متطلبات مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة عبر منظومة خطوات عملية وتبني استراتيجيات فعالة على النطاقين الحديث والتقليدي إلى ذلك فقد تطرق اللقاء إلى مسار التعاون الخليجي وسبل تقويته وتعزيز تكامل الدول المجلس لتكون أكثر قدرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها محيطها الإقليمية وقد أكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء وصاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن دعم مبادرات تطوير صياغ التعاون بين دول مجلس التعاون وصولا إلى ما هو أبعد حتى من التكامل هو أمر حتمي ويتطلب من الجميع النظر بعين المصلحة المشتركة ترجمة نانسي قنقر